أكد وزير الموارد المائية ورية محمد عبدالعاطي أن مشروع إنشاء مجموعة قناتر ديروت الجديدة على طرعة الإبراهيمية يشتمل على إنشاء سبع قناتر ومباني للتشغيل والتحكم وعمل كبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه على 45 موقعا من نطاق المشروع وخلال اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناتر ديروت الجديدة استعرض عبدالعاطي الموقف التنفيذي للمشروع حيث يتم حاليا الردم المؤقت بالمجرى المائي ووصول 3000 طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع